شيء ثالث التشجيع الثالث اللي عاوز أتكلم عنه حضور الاجتماعات وأريد أن أركز على هذه النقطة خليني أقرأ وملاحظين أنه كل يعني الصهر كله بيتعلق بموضوع المجيء التاني الجنسية السماوية بيتعلق في مجيء المسيح تانية اللي رح يغير أجسادنا حتى تكون على شكل جسد أو صورة جسد مجده حضور الاجتماعات في الرسالة إلى العبرانيين إصحاح عشرة من آية 24 و25 ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على الأعمال على المحبة والأعمال الحسنة غير تاركين اجتماعنا لاحظ غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة بل بالأكثر بل بالأكثر بل بالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب اليوم عم بيقرب أحبائي لكن اليوم في كتير ناس عم تترك الكنايس تحضر الاجتماعات في ناس أعذارها أنه تمنا بشوف الحلقة على الفيسبوك أو على التيفي أو على السوشال ميديا لا أنت مفروض أنك تروح على الاجتماع أنت جزء من جسد المسيح اللي هي الكنيسة في الكنيسة عبادة والعبادة بيتخلى لها عدة أمور تسبيح ترنيم سماع كلمة الرب يعني اشتراك وفي بناء يعني بناء من خلال كلمة الله وفي تشجيع وفي تعزية عزوا بعضكم بعضا وفي شركة شركة أخوية وفي تسديد احتياجات يعني في بركة من خلال حضور الاجتماعات لكن اليوم أحبائي كتير ناس يعني بتحاول تحتاج بالدوزر أنك تحركوا حتى يروح على الكنيسة وعدم حضور الاجتماعات بغض النظر أنك بتحضر عن طريق الميديا يمكن في ناس ما بتقدر يمكن كبار بالعمر أو عندهم مشكلة صحية أنا مش بعمم الأمر وفي مرات ظرف العمل أنك تبتعمل في ساعات ساكن في دولة اللي في هذا التوقيت عندك عمل ولكن اعمل كل ما في وسعك أنك تكون مشترك في هذه الاجتماعات واحدة من علامات الفتور الروحي هو عدم حضور الاجتماعات يصبح الإنسان لا مبالي وبعد اللا مبلاء خلاص يعني ابتدى يتقصى شوي شوي عنده معرفة عقلية ولكن ما عندهش الاختبار القلبي العميق اللي عم بعيشه مع الرب يسوع المسيح وهذا مهم جدا ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا